موسيقى موسيقى اليوم ستكون محاضرتنا عن موسيقى موسيقى لماذا نستطيع أن نركز على موسيقى بهذه المحاضرة فقط لأن موسيقى موسيقى نستكشفها بسهولة لأن موسيقى كلها صارت تقريبا مخبة في هذا المعنى مخبة وترتبط بي كثير من الأضلات كمية الأضلات ترتبط بي كثير فنحتاج أن نعرف مثلا هذه الحركة بالضبط أي أضلات قوم بها أو أي شيء قوم بها ليس فقط العضلات تعمل هنا فعدنا أول شيء مثل ما قاعد نشوف نحن عدنا حركة اسمها الاليفيشن اللي هو رفع نحن نرفع السكابيلو وبالتالي نرفع الشولدر يعني معناتها فالاليفيشن والدبريشن المعاكسة معناتها هي الدبريشن فالاليفيشن العضلة الأساسية اللي تقوم بالاليفيشن هي الترابيزيس وتحديداً من هذا المعنى طبعاً أكو عضلات تساعد الترابيزيس ولكن الأساس هو الترابيزيس فأحنا من الريد نستكشف أو الريد نسوي تاست هل الاليفيشن مع السكابيلو أو الاليفيشن مع الشولدر أيضاً نفسه جيد هل بمشكلة فرح نفحص أكيد ترابيزيس بهذه الحالة أيضاً أكو عضلات ثانية مثل الاليفيتر سكابيولي مثل عدنا الرومبويدز أيضاً تقوم بالاليفيشن ولكن بمساهمة جداً ضعيفة تقريباً يعني الرومبويدز تكون ضعيفة والاليفيتر سكابيلو أيضاً رح تكون ضعيفة الأقوى هي الترابيزيس أما الحركة الثانية اللي هي معاكستها اللي هي فالمين رح تكون الجرافيتي هي اللي رح تسبب هذه الموفمنت اللي هي طبعاً الجرافيتي وأدنا أيضاً اللي تساعدها أدنا الترابيزيس هي نفسها تساعدها أدنا أيضاً ممكن تساعد ببعض الشيء ممكن أدنا البكتوريز ماينر وميجر ذلك كلهم ممكن يساعداً ولكن الأساس هو لأنه وزن الأفرلم رح يكون عالي مجرد أنه تساعد الترابيزيس مجرد نساعدها رأساً هو الكتف واحدة رح ينزل بهذا المعنى فبهذه الحالة رح تكون المين هي الجرافيتي هذا بما يخص الأفرلم و الحركة الثانية اللي هي رح تكون البروتراكشن والريتراكشن أيضاً ممكن نسميها بروتروجين و روتروجين بروتراكشن و رتراكشن أو بروتروجين و رتروجين بهذا المعنى فالبروتروجين المين ستكون هي السريتس او السراتس أنتيريور بهذا المعنى المين ستكون السراتس أنتيريور أيضا __mager أيضا ممكن تساعد بهذا الشي المينر أيضا مساعد بهذا الشي وعضلات أخرى تساعد بهذا الشي ولكن نحن بهذه المحاضرة تركيزنا على المين لماذا المين سنعرف من يصور ديفكت بهذه الحركة يعني معناته أي عضلة بالضبط تأثرت أي عضلة أكثر شي تأثرت فإذا شفنا أنه السكابيولة ما يجدر يسوي فمعناته أنه السيراتس انتيرير أو السيراتس انتيرير بها المشكلة بهذا المعنى وبالتالي هذا ممكن يوصلنا إلى أنه بمشكلة أو أنه ممكن العضلة هي نفسها بها مشكلة أو الروت اللي جاي أو الروتس اللي جاي من عندها هاي الأفكار اللي احنا نحتاجها لأحنا تفكيرنا دائما يكون الشيء النورمال أنه منه يسوي بروتروجين أو بروتراكشن للسكابيولة أنه مجرد نعرف النورمال هذا بحث ذاته مو هو الشيء الأساسي اللي نبحث عنه كوننا مديكا ستودينت أو كوننا فزيشن يعني فزيشنز أطباء لا أنه الشيء الأساسي نحن نريد نربط النورمال وهي الأبنورمال نحن نبحث عن الأبنورمال لأنه ما رح يجيني واحد يريد يعرف أنه منه اللي تسوي لبرتروجين لا رح يجيني في حالة إذا كان عدة مشكلة بالبرتروجين فنلازم أبحث بالأسباب بهذا المعنى هذا الأساس أو هذا الأساس اللي عملت عليه هذه المحاضرة والغاية الأساسية منها طيب الحركة الثانية اللي هي أكسة اللي هي الرتراكشن رح تكون المين هي الترابيزيس الميدل بارت الميدل بارت من عدها الترابيزيس وأيضا أكيد هناك عضلات أخرى تساعدها مثل الرمبويدز تساعدها مثل عضلات أخرى أيضا تساعدها ولكن الترابيزيس الميدل بارت هو أهم شيء بالرتراكشن بهذا المعنى ونعرف كله هنا إنه المفروض صار لنعرف الترابيزيس اللي يغذيها هو الحركة الثانية اللي هي تعتبر جدا مهمة الحركة اللي هي بهذا المعنى طبعا لها تسمية ثانية رح نعرفها بالجوينتز من نبحث بالجوينتز من ندرس الجوينتز رح نعرف أكو تسمية أخرى لهذه الحركة ولكن حاليا خلينا بالأبويرد لأن هي أكثر شيء يتمثلها هي فكرة الأب والداون فالأبويرد روتيشن رح تكون طبعا أضلتين مو عضلة وحدة أساسيتين هي سريتس أنتيريير من عدها والترابيزيس الديسندنك بارت من عدها طبعا الداون ويرد روتيشن هي هذه الحركة رح تكون بهذا الشكل يعني هذا الكلينو هذا الكلينو رح يتجه إلى الأعلى لهذا سميناها أبويرد روتيشن بهذا المعنى فأرجع أعيد الأساسية العضلات الأساسية اللي تقوم بهذه الحركة هي السريتس أنتيريير الانفرير بارت من عدها والترابيزيس الديسندنك بارت بهذا المعنى لذا طبعا أنا مثلت هذا الشيء مسبقا أنه اللي يكون عنده مشكلة بهذه الحركة أو مثلا مشكلة السريتس أنتيريير أو اللي هي أو أدى مشكلة بالترابيزيس اللي هي الدسندنك بارت إذا كان عنده مشكلة لأن هذه العضلتين هن اللي رح يسوون هاي الحركة وإذا ما قدر يسوى هاي الحركة ما رح يقدر يوصل الإذانة اليسرة بإيدة اليمنى أو العكس إذانة اليمنى بإيدة اليسرة بهذا المعنى يعني هاي أبسط تعريف لها أيضا عدنا الـ رح تكون بالـ اللي رح تسويها الحركة المين طبعا مو بس هي أكو عضلات ثانية ولكن الأساسية هي اللي تسمس دورسي أيضا تساعد بها أيضا تساعد بها أيضا تساعد بها حركة عضلات ثانية ولكن مثل ما قلت رجاء أعكد أنه المين هي اللي تسمس دورسي الـ بهذا المعنى هذا تقريبا كان كل شي بهذه المحابرة عدنا هذا الجدول يبين الحركات والـ اللي غذنها والمين آآ والمين آآ خلوا نقول فاكتر اللي يساعد أو الشي الأساس اللي يعمل بالحركة مثل عدنا مثل غرافيتي أيضا بهذا المعنى فهذا الجدول يوضح تقريبا كل اللي قلته طبعا عادة أكل أبنورماليتيز اللي ذكرتها ما موجودته هنا ويركز أيضا على الرينج بالضبط الرينج هذا أيضا يعتبر مهم سنتحدث عنه بالـ جوينتز سنتحدث عن الرينج نركز عليه أكثر ولكن لهنا كان هذا كل شي بهذه المحاضرة نلتقي بمحاضرة أخرى موسيقى 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 موسيقى